التعليم والشفاء وقيم المحبة ركائز أساسية يقدمها معهد الطفولة السعيدة في مدينة الموصل حيث يستقبل المعهد 450 طفلاً في الأقل من دويل احتياجات الخاصة والأيتام ممن يواجهون مصيراً مجهولاً بسبب الفقر وانعدام الدعم كما يشرف على المعهد تدريسيون متطوعون يقدمون خدماتهم بالمجان للأطفال تقول مديرة المعهد وصاحبة فكرة تأسيسه ريم كشمولة إن الفكرة بدأ تنفيذها عام 2017 وفاءً لروح ابنها الفقيد حيث نجحت في جمع كادر تطوعي بالمجان بلغ عدده 45 موظفاً نستقبل أربع فئات ذوي احتياجات خاصة بجميع فئاتهم أطفال التوحد أطفال بطيئي التعلم أطفال متلازمين الدون مشروعي خيري إنساني تابع للناس الخيرين فقط يعني إذا أنا لي حد الآن صامدة صامدة بجهود الخيرين يعني الموقع ما التي كثير كثير تعرضت المضايقات بخصوص الموقع ولي حد الآن أتمنى أتمنى الموقع هذا يبقى صدقة جارية كما أرسلت كشمولة رسالة لجميع الأسر العراقية في الموصل وباقي مدن العراق بصراحة أتمنى من الإنسان خير أتمنى من المسؤولين أتمنى من الناس الخيرين يساندون هذه الأطفال أطفال هم أساس المجتمع إذا ما إحنا ساندناهم وأخذنا بإيدهم هذولا إيش رح يكون مستقبلهم ذوي التلاميذ عبروا بدورهم عن امتنانهم لافتتاح معهد الطفولة السعيدة وللعمل الدؤوب الذي يمارسه القائمون على المعهد خدمة للأطفال يعني ما شاء الله أكو تطور يعني إذا نشوك ونلحظ على أطفالنا يعني ما نقول من شهر إلى شهر من فترة إلى أخرى أكو تقدم وأكو ملحوظ بجهود الكادر يعني خلا يقول عليه جزاهم الله كل خير وتطالب إدارة المعهد الجهات الحكومية بتوفير مكان بديل والنظر إلى هذه الحالة الإنسانية بعين الرحمة بدلا من التهديد بإغلاق المعهد من قبل مسؤولي محافظة نينوى میں بمناحظة نينوى